تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 94 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط نحو 16 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 645 قضية من بينهما 292 قضية خبز ناقص الوزن و198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب ومنظومة توريد وتداول القمح المحلية فقد دم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت ما يقرب من 146 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر